أعربت مصر عن قلقها البالغ اتجاه ما تم الإعلان عنه من اطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطير ما بين البلدين خلال الفترة الأخيرة هذا وطلبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضغط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر اعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا هو نتاج مباشر لما سبق وأنحذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعالية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها